في مشهد يعزز من حالة الانقسام التي يعاني منها الجنوب أعلن في حضرموت عن إنشاء فرع للإتلاف الوطني الجنوبي الإتلاف الذي تم تأسيسه قبل نحو ثمانية أشهر لدعم الشرعية من جهة وللحد من نفوذ الإمارات في الجنوب من جهة أخرى عزز من وجوده مؤخرا في محافظة حضرموت عبر إنشاء فرع له يأتي الاتلاف الجديد رغم محاولة الإمارات الساعية لإحباط أي تحرك سياسي في الجنوب يدعم الشرعية ويحد من نفوذها هناك الأمين العام للاتلاف محمد بامقاء أكد أن الاتلاف يضم كافة القوى في الجنوب وأنه لن يدعي احتكار تمثيل الجنوب مؤكدا أن سياسته ستعمد إلى نبذ العنف وتبني الحل في قيام دولة اتحادية وأدى استمرار نفوذ الإمارات في اليمن وسيطرة قوات الانتقالي على الوضع في العاصمة المؤقتة عدا إلى تعطيل مؤسسات الدولة وانعدام الأمن بالإضافة إلى قيام مجموعات مسلحة بالسيطرة على الممتلكات العامة والتعدي عليها ويرى مراقبون أن الاتلاف الوطني الجنوبي يعد مكونا موازيا لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي الذي عمد إلى محاولة احتكار تمثيل الجنوبيين من جهة والوقوف ضد الحكومة الشرعية من جهة الأخرى ترجمة نانسي قنقر